هذا التشخيص طبعا يعني منشوفه الأمر بيتكرر يعني مش غريب أنه هاي الوسيلة والطريقة اللي بإبليس بيعمل فيها لكن إذا في القديم فشل آدم وحواء نسميه الفردوس المفقود لكن في العهد الجديد في مسيح في رب الانتصر في كل أنواع التجارب تمام محتاج أنتبه لما إبليس يجي يدخل إلي بتجربة معينة علشان يحط قدامي أنا محتاج أنتبه وأخذ بالي أن إيد إبليس في هذا الأمر أجري بسرعة وأترمي في حضن الله من خلال المسيح فتكون النتيجة أن أنا أقدر أعدي التجربة ونشوف الأمور على حقيقتها موسيقى 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 موسيقى